أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا جديدا تحت عنوان الطب البديل الوضع العالمي والمحلي وصلت المركز خلال التقرير الضوء على مفهوم الطب البديل وأهم الفاعلين الرئيسيين فيه بالإضافة إلى الدور الذي لعبته منظمة الصحة العالمية في وضع استراتيجية خاصة بالطب التقليدي الشعبي والتكملي ووضع الطب البديل في مصر ومؤشرات التجارة الخارجية للأدوية العشبية من مصر والسياحة العلاجية فيها حيث أوضح أن مصر جاءت في المرتبة الرابعة عالميا بين الدول المصدرة للأدوية العشبية بنسبة 4.7% لعام 2022